محكمة دستورية العليا اليوم بنت تكون تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ميكانية وتطوير منظومة العمل بالمحكمة والإطلاق الموقع الإلكتروني لها يأتي هذا بحضور وزير الاتصالات ياسر القضي ورئيس محكمة دستورية العليا تأتي تلك الخطوة بهذا في تطوير ميكانية المعاملات الإلكترونية بداخل المحكمة ولتفعيل استخدام تطبيقات التكنولوجية الحديثة في توثيق وحفظ تراثها